لا كميات كافية من الكمامات في المشافي والمراكز الصحية والصيدليات في محافظة عدن لذا قام شباب متطوعون بصناعة كمامات طبية من القماش الخاص لإيجاد بديل عن المنتج الذي اختفى من الأسواق إثر الإقبال على شرائه بالتزامن مع تسجيل أول حالة إصابة في اليمن الحمد لله في صفحتنا لها روائق فبدأنا نعلم بالصفحة أننا عندنا مشروع ومشروع هذا نبدأ فيه بتوزيع الكمامات بالمجان على الطباء ووصلنا لإنتاج كمامات بعينة ممتازة صناعة الكمامات من أعمال مبادرة صنع في عدن التي أخذت على عاتقها إنشاء هذا المعمل وتلبية احتياجات المشافي والمراكز الصحية وعمال النظافة والقوات الأمنية متخذة كافة إجراءات التعقيم والوقاية أثناء تصنيعها قمنا باختيار ستة معامل لتصنيع الكمامات بالإضافة إلى خمس منازل قبل اختيار هذه المعامل ومنازل قمنا عملنا نزول لها فما قمنا باختيار عشوائي فاهتمنا بالنحة الترتيب والنظافة وبعد إنتاج هذه الكمامات نقوم بأعطاها الدكتورة إيناس خدابخش تقوم بعملية التعقيم قبل توزيعها للمستشفيات المبادرة أيضا هيئت ستة معامل لتكون ورشة لصناعة الكمامات قبل توزيعها بشكل مجاني على المستهدفين ويعملوا على المعمل نساء وشباب بشكل طوعي بطاقة إنتاجية تتراوح بين ألف إلى خمسة آلاف كمامة يومياً قابلنا مودق الأخ نزيه أن نشتغل على نفس المقاص كحكم معين كان على أساسه هو كان الشغل كالبز التترن لكن بعد التطورات اللي قامها هو والفريق اللي معه قبل أن نحن الفريتر هذا أنه يكون حاجب من الرادات لما يكون الإنسان مصاب بسعال حتى نحن قربناها وكان المنتج حلو ارتفعت أسعار الكمامات في عدن بنسبة وصلت إلى 300% وهذه المبادرة تقدم نموذجاً للمسئولية الاجتماعية أثناء الأزمات على يد شباب تسيرهم قناعة أن الخطوات الرسمية وحدها لا تكفي وأن تضافر الجهود المجتمعية ضرورة لمواجهة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر